بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل لله فما له من هد أيها الأحبة هذه آية حقيقة استوقفتني أحببت أن أتوقف معها بالتأمل والتدبر لأنها مناسبة لعصرنا هذا عصر الخوف للأسف كل شيء من حولنا للأسف يدعونا للخوف إذا ضرب الزلزال في منطقة تجد الإعلام العالمي يعمل على تخويف الناس فيسارع كل واحد للتفكير كيف يحمي نفسه ماذا لو أصابه الزلزال ماذا لو فقد حياته كيف يحافظ على نفسه على ماله على أولاده على بيته على تجارته إذا حدثت كارثة في مكان ما يبدأ الإعلام بالتضخيم لهذا الحدث ليخوف الناس أكثر إذا انتشر فيروس أو وباء كل يوم يخرجون بأخبار مليئة بالخوف تجعلنا نخاف على حياتنا وكأن هدف الإنسان هو فقط أن يعيش ليس لديه هدف آخر وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ أيها الأحبة الخوف الحقيقي يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون من عذاب الله يجب أن يكون من الآخرة أن نحذر الآخرة يجب أن يكون خوفنا من نار جهنم والعياذ بالله أما هذه الدنيا فهي هالكة فانية مهما عشت ومهما جمعت سوف تهلك الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه ما دمنا وضعنا هذه الحقيقة أمامنا إذن ينبغي أن لا نخاف ينبغي أن نستعد للآخرة هذا هو حال الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة مطمئنة أن يستعد للآخرة أربع كلمات حقيقة تكفي كعلاج لأعتى أنواع المخاوف أليس الله بكاف عبده أربع كلمات فقط فكر فيها جيدا أخي الحبيب أليس الله بكاف عبده فقط أربع كلمات استيقن أن الله يكفيك كل شر يمكن أن يحدث استيقن أن الله قادر على أن يكفيك هم الرزق أن يكفيك هم المرض أن يكفي أولادك من بعدك ثق يعني يجب أن تكون في حالة ثقة تامة أن هذا الإله العظيم بيده كل شيء أيها الأحبة يجب أن تحدد نظرتك للحياة من الذي يتحكم بالكون يجب أن تقرر هذا في دماغك لكي تعيش حياة مطمئنة حياة هادئة حياة فيها شيء من السعادة وليست حياة مليئة بالمخاوف من الذي يحكم ويتحكم بكل شيء من حولنا يجب أن تعتقد وتستيقن أن الذي يتحكم بكل شيء هو واحد أحد سبحانه وتعالى هو الله الله هو الذي يقرر حركة كل ذرة في الكون حركة يدي هذه التي أحركها أنا الآن مقررة عند الله في كتاب مبين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كل شيء عند الله ما فرطنا في الكتاب من شيء إذن ما دام الله هو المتصرف لماذا أنا أخاف من فلان وفلان وفلان لماذا أخاف من كارثة قد تقع هنا أو هناك ما دامت أي كارثة لا يمكن أن تقع إلا بإذن الله وما دمت أنا وأنت لن نموت إلا بتوقيع من الله وختم من الله وما كان لنفس دقق أخي أحفظ هذه الآية رجاء نحفظها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله يجب أن يصدر الأمر والإذن من فوق من الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله لكل أجل كتاب إذن أنا كتاب الأجل الخاص بي وبك موجود ومكتوب ومحفوظ ومفصل عند الله تبارك وتعالى مهما فعلت لن تستطيع أن تغير أي شيء لكل أجل كتاب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة انظر الله يريدك أن لا تفكر كثيرا بالموت فكر بما بعد الموت الموت هو مرحلة انتقالية فقط فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تفكر بحياة هي فانية كل من عليها فان زائلة لا تساوي شيئا يا أخي فكر ماذا ستفعل بعد الموت إن لم تموت اليوم ستموت غدا أو بعد غد أو بعد مئة سنة ستموت كل من عليها فان لذلك اليوم يعني أنا أحببت أخي الحبيب أن تضع في أعماق نفسك قناعة راسخة من أربع كلمات أليس الله بكاف عبده وأربع كلمات أيضا تضعها هنا في الجانب الآخر ويخوفونك بالذين من دوني تمام إذن الخوف يأتي من غير الله الله لا يخوف الله يخوفك من الآخرة ليحفظك ويريد لك النعيم فيخوفك من جهنم لكي ينقذك منها أحدنا يخوف ابنه من شر الطريق لكي لا تصدمه السيارة مثلا يخوفه من شر الليل لكي لا يتعرض للسرق أو حادث مثلا تماما الله عز وجل والله المثل الأعلى يخوفك من من العذاب ذلك ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون لكي تتجنب هذا المصير مصير العذاب والألم والأسى والذل والهوان يريد لك جنات تجري من تحتها الأنهار لذلك أليس الله بكاف عبده وهنا الآية بدأت بصيغة السؤال لماذا أخي الحبيب لأنك ينبغي أن تعتقد بالفعل أن الله يكفيك يعني أنت تعترف أن الله خلقك وأن الله هو الذي يرزقك وتعترف أن الله هو مالك الملك وتعترف أن كل ذرة من حولنا خلقها الله ويتحكم بها الله طيب بعد كل وأنت ترى أمامك كيف يرزق الله الطيور هناك الطيور تحلق في السماء بالقرب من جبال الألب تبقى ستة أشهر وهي تطير في الجو تنام وتتغذى وهي طائرة لا تحط على الأرض كيف ضمن الله لها الرزق وهي في الجو معلقة في السماء هناك نمل أعمى تحت الأرض الله يرزقه هناك نباتات لا تتوقع كيف أن الله يرزقها تأكل حشرات مثلا هناك أسماك في أعماق المحيط زودها الله بإضاءة تسمى إضاءة حيوية وتستطيع أن تصعق فريستها بالكهرباء هيأ لها أسباب الرزق لترى طريقها في هذه الظلمات وتكسب رزقها لم ينسها الله أنت موقن بذلك طيب بعد كل ما تراه من حولك أليس الله بكاف عبده يعني يعني ألا يكفيك أن الله كفاك الشر وأنت جنين في بطن أمك يعني أحدنا عندما كان عمره أسابيع في بطن أمي في الظلمات الرحم كان يأتيه الرزق هناك أجهزة محاط بأجهزة لضبط درجة الحرارة درجة الملوحة العناصر التي يتغذى عليها بالضبط نسبة الحديد والكالسيوم وكذا كل هذا الأمر الله هيأه لك وأنت جنين صغير طولك سنتيمتر في رحم أمك كفاك الله كل الشرور التي يمكن أن تتعرض لها طيب بعد أن كبرت وقلت يا رب ألا يكفيك الله هل هذا الإله عاجز أن يكفي عبدا يقول يا الله لذلك أخي الحبيب احفظ هذه الآية ماذا ستخسر هذه الآية في سورة الزمر سورة الزمر سورة عظيمة جدا من روائع السور في القرآن والقرآن كله عظيم أليس الله بكاف عبده وكلما ضاقت بك الدنيا ضاق بك الرزق أحسست بالخوف كلما حملت هما بسبب الذين يخوفونك من دونه هؤلاء الذين يخوفونك من المستقبل يخوفونك من المرض من النقص من المشاكل الاقتصادية يخوفونك من ظلم الآخرين يخوفونك من مجاعق التحدث أليس الله بكاف عبده ردد هذه الآية دائما رددها احفظها أليس الله بكاف عبده وتذكر مباشرة أن الذي يخوفك هو الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قمة السعادة والله أيها الأحبة أن تخاف الله عز وجل سوف تشعر بسعادة عظيمة جدا لا يمكن وصفها لماذا لأن خوفك من الله عندما تخاف من الله أنت تتقي بوجهك سوء العذاب أنت تتقي نار جهنم تضع بينك وبين جهنم وقايا من خلال طاعتك لله وخوفك من الله سبحانه وتعالى هذا الخوف من الله لماذا يشعرك بالسعادة؟ لأنك تعلم أن الله رحيم وكريم وعليم حكيم عليم بحالك حكيم ينزل كل شيء بمقدار وتعلم أن هذا الإله عادل لا يظلم وتعلم أن هذا الإله الكريم لا ينسى أحدا من فضله وتعلم أن هذا الإله قادر أن يرزقك قادر أن يحفظك قادر أن يحميك قادر أن يكفيك وبالتالي عندما تقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه إذن لا تخاف لا تخاف من هؤلاء يا أخي أقصى شيء يمكن أن نتخيله هو الموت طيب ماذا بعد الموت؟ لقاء الله سبحانه وتعالى والموت مكتوب ومقدر وكل واحد سيموت في في اللحظة التي قدرها الله نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين إذن هنا أيها الأحبة فريق من الناس يضل لذلك قال تعالى ومن يضل لله فما له من هد هؤلاء الذين يخافون من الشيطان يخافون من الأوهام يخافون من فلان وفلان آخر ما يخطر ببالهم هو الله عز وجل ما أعلم أن الله هو مالك الملك هو المتحكم بكل شيء أخي الحبيب والله عز وجل كتب عليك كل شيء هذه عقيدة مريحة جدا يعني أنا أرتاح جدا عندما أعلم أن كل شيء كتبه الله أرتاح لماذا أفكر بمرض بنقص بظلم بأذى بشيء لماذا أفكر لا كل شيء مقدر أنا مهمة الآن أن أحمد الله أستعد للقاء الله أن لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى أن أحفظ هذا الكلام لأن الله سيسألني عن هذا الكلام وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون لذلك أخي الحبيب أختم بهذه الآية أحفظها رجاء هي كلمات قليلة سطر واحد فقط صدقني آية واحدة قد تغير حياة إنسان إذا فهمها جيدا إذا أدركها بعمق إذا أصبحت هذه الآية جزءا من عقيدته وحياته وتفكيره ومنهجه وسلوكه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل لله فما له منها نسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا الخوف منه فقط أن نخاف من عقاب الله أن نتق الله عز وجل وأن يذهب عنا وعنكم كل خوف إلا الخوف منه سبحانه وتعالى إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق